هيكون يعني شرفنا معانا النائبة رندا مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ أنا برحب بحضرتك في البداية أهلا بحضرتك النهاردة يعني الحقيقة حدث استثنائي مصر بتواجه تحديات كبيرة جدا خلينا أقول مع ضمن التحديات شايفة إزاي العملية الانتخابية واستعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات شايفة دور المصريين يمكن شوفناهم في الخارج شايفة توقعاتك إيه للمصريين في الداخل الحقيقة صباح الخير عليكم أولا الحقيقة هنا جاية في الطريق بدري أنا شايفة الناس وقفة قدام المدارس بكسافة شديدة جدا في منطقة أكتوبر ده أساسا يعني مؤشر جميل جدا على الصبح كده إن الناس المرة دي هتكون متواجدة بشكل ما حصلش قبل كده والدليل إحنا شوفنا في الانتخابات في الخارج في عز البرد وفي بلاد زي روسيا كانت برد جدا وكانوا وقفين ومصرين على الإدلاق بسطهم المرة دي غير كل مرة المرة دي فيها تحديات كتير جدا فيها تحديات اقتصادية فيها تحديات اجتماعية فيها مسيرة محتاجة تكمل يعني الفترة اللي فاتت دي كلها كنا بنصلح البنية الأساسية لكن دلوقتي احنا بنتي نبني بقى على الأرض فيه كمان تحديات إقليمية فيه تحديات سياسية خطيرة فيه تحديات عسكرية شايفة الحدود الشرقية شكلها غرب جنوب كل ده كل ده بيخلي المصريين خايفين على بلدهم يعني لما تسألي أي حد يقولك لأ احنا ربنا يحفظ مصر ولازم هننزل ولازم هنشارك أنا أعتقد أن النهاردة هيكون عرص ديمقراطي جبير جدا وعلى فكرة بعد الهوى أنا رايحة لجان الفيوم هشوف عظيمات مصر أنا أمنت المركزية بحزب حمارة الوطن فطبعا يهمني جدا أشوف عظيمات مصر وعلى فكرة أنا مش رايحة في المدينة أنا رايحة القرى وأنا سمع منذ الوقتي أن السيدات الفلاحات محتشدات قدام اللجان نعم دي حقيقة حضرتك وإحنا بنكلم كتي بتكلمي على التحديات طيب فيه تحديات كتيرة جدا هتواجه الرئيس القادم خصوصا إحنا النهاردة خلينا نقول إن إحنا في اليوم اللي المصريين بيختاروا فيه رأسهم وهناك تحديات دي ما احنا قلنا من أبرز التحديات دي هو ملف التعليم ملف التعليم حصل فيه تطور كبير وحصل فيه شغل كتير ولكن لسه برضو الملف ده محتاج شغلة أكتر فلو أنا هبدأ بسؤالي لحضرتك عن ملف التعليم الجامعي فيه خطوات ملموسة في هذا الملف بالنسبة للتعليم الجامعي حضرتك شايفها إزاي؟ أنا شايفة إن فيه حصل تطور كبير جدا أولا عدد الجامعات زاد جامعات الأهلية طبعا إحنا ماحتاجين جامعات أكتر ماحتاجين نتوسع كمان في أوعات التكmentation aكتر لأنه هو ده المستقبل إحنا بندعم الصناعة وبنشجع الصناعة جامعات التكنولوجية مهمة جدا إحنا عندنا 5 عدد الثلوقتي لكن أعتقد إن إحنا ماحتاجين أكتر برضو ماحتاجين كمان في تعليم القبل الجامعي نتوسع أكثر في التعليم الفني يمكن زمان كان التعليم الفني أن الأولاد المجموش مجموعة لكن دلوقتي لا الناس بتتصابق جدا على التعليم الفني لأن ليه مستقبل ويبقى عارف أنه هو هيدخل لجامعة من الجامعات التكنولوجية التعليم الطبي طبعا مهم جدا وإحنا بدأنا مشهور التطوير في التعليم الطبي من 2018 لكن دايما في مساحة للتحسين علشان طبعا إذا أقول حددك في الحوار الوطني ده حدة مهمة جدا إحنا بنطرحها هي هجرة الأطباء واللي بيسافروا وإعلقتها بالتدريب والتعليم فدي كلها منظومة كلها متواصلة لكن دايما في عندنا مساحة للتحسين أنا متفقلة خير جدا في الفترة اللي جاية إن شاء الله أتشهد تطور ونمو على جميع المحاور سواء اقتصادية اجتماعية أو سياسية ترجمة نانسي قنقر